معنا تعليق آخر مستى أحمد بيقول ابنتي عمرها تسع سنوات وجسمها ضعيف والدكثرة كلهم ما قالولها أي حل لحتى تكون أثمن من هيك يعني عاوزها تدخن شوية وللأسف ما في جدوى ولكن لا تحب أن تفطر وتريد أن تتابع صيام ولم أستطع لها أي حل لو فطرتها قصرا تشرب الماء فقط وتضل بلا أكل إلى عنده أي حل يتفضل يعني هو خايف أنه هو يفطرها فيأخذ الزم وهي نحيفة ومش مليانة يعني هي إذا كانت سن تسع سنوات هي سن صغيرة وإذا لم تصل إلى مرحلة البلوغ بعد فهي غير مكلفة شرعا بالصيام وده اللي كنا بنكلم عنه وازع التحدي الداخلي من عند الأطفال هو عايز يثبت لنفسه أنه هو يستطيع الصوم هذه الحالة للبنت اللي هي ضعيفة وعندها مشاكل صحية أو أمور صحية تمنعها من مواصلة الصيام نقول له لا ليس عليك الصيام أفطري وإذا أردت بعد شهر رمضان أن تقضي هذه الأيام فمح يعني أما يكون الأمور بتاعتك كويسة الصحة مكتملة الصحة جيدة ممكن أن تقضي هذه الأيام مع الأصل أنها إذا لم تبلغ ليس عليها صيام أصلا تمام؟ فله أن إذا كان هذه الحالة فيها مشقة وفيها ضرر يقع على البنت عليها أن يكبرها على الإفطار حفاظا على نفسها من الحالة وده هو إصرار اللي احنا تكلمنا النقطة اللي احنا تكلمنا فيها إصرار الأطفال على الصيام وتعريض أولاء أمورهم إلى ضغط عصبي لأن خايف أنه هو يشيل زنب إفطارها وفي نفس الوقت هي لا تتحمل هو ممكن يبدأ معها بالتدرك يعني تصوم يوما وتفتر يوما تصوم أيام الأجازات تصوم الأيام التي فيها ليس فيها مجهود بدني ومن ثم كمان فيه نصائح وإرشادات في مثل هذه الحالات أنه هو تأخير الصحور إلى آخر الوقت حتى أن الطفل لا يشعر بالجوع وبحاجة إلى الماء طوال النهار تعجيل الإفطار الإكسار من السوائل خلال فترة الإفطار من المغرب إلى فترة الصحور كل هذه وسائل يعني قد تساعد في مثل هذه الحالات ولا سيما أن هي كما ذكر أن هي تعاني من أمراض وجسمها ضعيف ولا تتحمل الصيام فبنقول له لا هي تفتر ثم إن أرادت بعد ذلك بعد شهر رمضان إن هي تقضي أيام أفترتها لا ريبة في ذلك ولا حرش